علامات التي بها تعرف أن الله قد استجاب لك ما هي علامات استجابة الدعاء؟ هذا سؤال يكثر وأقول وبالله التوفيق يكاد يجمع العلماء جميعا على أن علامات استجابة الدعاء محصورة بما أقوله إن شاء الله فهناك علامات قبل الدعاء وعلامات أثناء الدعاء وعلامات بعد الدعاء أما العلامة التي تكون قبل الدعاء فهي محصورة بالآت إذا وجدت في نفسك رغبة شديدة للدعاء يعني هكذا وجدت في نفسك رغبة شديدة أن تلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا من توفيق الله وعلم أن هذه رسالة من الله هذه رسالة من الله لك استثمر هذه الرسالة تجد في نفسك رغبة أنت في كرب أنت في هم أنت في حاجة أنت تريد أن يتوب الله عليك تريد أن يستجيب الله لك فبلحظة وجدت في نفسك رغبة شديدة إلى أن ترفع يديك وتطلب من الله سبحانه وتعالى هذه رسالة لك من الله وأن الله يريدك أن تدعوه في هذه اللحظة لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدان الله هذا الصفاء لك من الله فإذا وجدت هذه العلامة فاعلم أن هذه من البشريات كانوا يقولون إذا انطلق لسانك بالاستغفار فاعلم أن الله يريد أن يتوب عليك إذا انطلق لسانك بالدعاء فاعلم أن الله يريد أن يعطيك لأن الدعاء هو سبب من أسباب الاستجابة جعله الله سبب ادعوني أستجب لك فإذا وجدت في نفسك هذه الرغبة فأبشر بالخير إن شاء الله هذه العلامة التي تكون قبل الدعاء احفظوها أما العلامات التي تكون أثناء الدعاء وأنت تدعو الله إذا شعرت أن الله قريب منك فأبشر يعني بلحظة الدعاء تشعر أن الله قريب تشعر أن الله أنك تحدث الله وأنك تناجيه وأن الله معك في تلك اللحظة فأبشر بالخير إن شاء الله وإذا شعرت أنك مستأنس مع الله في الدعاء يعني تجد فرحة مع ربك وهو قريب منك ويسمعك هذه علامة ثانية أبشر بالخير إن شاء رحى صدق مستأنس جدا في الدعاء مرتاح لست مضطربة إذا وجدت قلبك قد تفرغ أثناء الدعاء إلا من الله يعني ما عد في قلبك إلا الله ما عد في يعني في وجدانك إلا الله سبحانه وتعالى ما عندك أي واسطة ولا علائق ولا وسائط إذا وجدت هذه أثناء الدعاء فأبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا وجدت لسانك خفيفا بالدعاء يعني ما شاء الله تشعر لسانك انطلق بالدعاء يا ربي وفقني يا ربي أعطني يعني انطلق اللسان بسرعة فتح الله عليك بالدعاء والمحامد والتسبيح والتحميد والتهليل ما لم تكن أصلا أنت تحسب له حسابا يعني تجد خفة وانطلاق في اللسان في الدعاء فاعلم أن هذه أيضا بشارة عظيمة لك من الله سبحانه وتعالى إذا أحسست وأنت تدعو بخشوع قد غشيك خشوع قد أصابك وسكينة قد نزلت عليك خشوع شيء داخلي تشعر فيه بأن قلبك خاشع وأن سكينة قد أحاطت بك ما عاد عندك اضطراب ما عاد عندك قلق ما عاد عندك خوف تشعر بهذا الخشوع وهذه السكينة فأنزل الله سكينته عليه فاعلم أن هذه بشارة أيضا بأن الله سيستجيب لك أيضا إذا نزلت دمعتك بغزارة إذا شعرت بأن دمعتك بدأت تنزل بغزارة لكن دمعة أمل ودمعة خير ودمعة فرح مش دمعة خوف وقلق لا دمعة نزلت هكذا بغير إرادتك يعني تشعر أن الدمع ينزل وأنت لا تشعر كيف نزل فأبشر بخيرك عند الله سبحانه وتعالى ابشر أن الدعاء إن شاء الله قريب طيب ما بعد الدعاء ما هي العلامات التي تدل على استنابة الدعاء إذا شعرت بعد الدعاء بفرحة عجيبة فرح 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 عجيب لا تعرف ما هو مصدره ولا تدري أن مصدره من عند الله سبحانه وتعالى وأن الله قد أعطاك إياه بعد جلسة الدعاء هذه أو جلسة الدعاء هذه فإذا شعرت بهذا الفرح أبشر بخير الله سبحانه وتعالى ثانياً إذا شعرت أن جميع الأحمال وجميع الأثقال وجميع المخاوف وجميع الهموم والغموم قد انزاحت كأن حملاً على كتفيك وانزاح هذا الثقل من قلبك فأبشر بالخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى أبشر أن الدعاء قد استجيب إذا شعرت بأنك خفيف ومنطلق ومنشرح يعني كنت قبلها قبل الدعاء كأنك في سجن الهموم والغموم والكدر إذا شعرت بأنك خفيف ومنطلق ومنشرح وتشعر بنشاط عجيب جداً فأيضاً هذا والحمد لله دليل من أدلة استجابة الدعاء ما رأيكم أسردها لكم سرداً سريعاً قبل الدعاء إذا وجدت في نفسك رغبة شديدة في الدعاء عندك حماسة للدعاء ما تعرف ليش يعني بدك تفزع إلى الله فأعلم أن هذه كرامة لك من الله وهذا توفيق من الله لك لأنه يريد أن يعطيك فلما أراد أن يعطيك قدف في قلبك محبة الدعاء ولكن قد يحرم بعض الناس فلا يفتح له في الدعاء ولا يجد في نفسه حماسة للدعاء هذا محروم طيب العلامات لأثناء الدعاء إذا شعرت أن الله قريب وأنت تدعو إذا شعرت أنك مستأنس ومنشرح وأنت تدعو مستأنس بربك إذا وجدت في قلبك أنه قد تفرغ إلا من الله ما فيه بقلبك إلا الله خلاص ما فيه وإذا وجدت لسانك خفيفا بالدعاء ما شاء الله تدعو وتتكلم بأشياء ما كنت محضرها أصلا وليس شرطا أن يكون الدعاء مما هو محفوظ لا لسانك منطلق ما شاء الله تتكلم يا ربي يا ربي يا الله أعطني يا ربي وفقني تشعر في خفة بالدعاء إذا أحسست بخشوع مفاجئ قد نزل وسكين قد غشيتك فأبشر بالخير إذا نزلت دمعتك أثناء الدعاء أما ما بعد الدعاء إذا شعرت بفرحة عجيبة فرح سرور عجيب بعد الدعاء إذا شعرت أن حملا ثقيل قد زال عن كتفيك وحمل ارتفع عن قلبك أبشر إذا شعرت بأنك منطلق بأنك خفيف بأنك منشرح كأنك مولود ولادة جديدة وترى الحياة جميلة جدا فأبشر بالخير إن شاء الله هذه علامات استجابة الدعاء ما قبل الدعاء أثناء الدعاء وبعد الدعاء أحببت أن أقدمها لكم وأن ألخصها لكم بهذه العجالة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله أن يستجيب لنا ولكم إنه جواد كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته